موسيقى اسمي عبداللهدي السكراضي من موالده 1997 من مدينة قلمين باب الصحراء كان مرسل ركوبة الدراجة وعزيز عليها الترحال تقريبا مني كانت عندي خمسة عشر عامة وأنا كان هو ترحال عزيز عليها نبقى رتاحل بالدراجة ديالي في 2016 شهر 8 نهار ثلاثة بالطبط درت كانت أوري رحلة ديالي كبيرة كانت من قلمين تل الداخلة كانت فيها حوالي ألف كولومتر اللي ضربت فيها تقريبا شيء قرابتها ألف كولومتر ضربت فيها تسع أيام من فما كان مني نسالي تدري حلال قد تقريبا شوية ديال الإعجاب من طرف العائلة ديالي والأصدقاء ديالي وشوية ديال الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي فيما كانت تقريبا قررت نقوم برحلة تانية تقريبا بديت من شهر واحد بدي كانت بريباري الواحدة لهذه الرحلة هذية تقريبا تل تل منورة رمضان فاش خرج رمضان نهار ثمانية وعشرين بالطبط بدرت الإنطلاق من مدينة كولوميم صحب جهت مدينة وجدة تقريبا كنت ناوين دير طواف المغرب من قولوميم تال وجدة من وجدة تال طانجة ومن طانجة العودة للمدينة قولوميم عبر الطريق الساحلية تقريبا من طالق نهار ثمانية وعشرين بديت الطواف ديالي حول المغرب بديت من مدينة قولوميم تجاه مدينة وجدة تقريبا هذ المرحلة هي اللي كانت أصعب مرحلة تقريبا كانت تمييز بالحرارة المفريطة ما بين 8 و 40 درجة و 52 درجة وتقريبا كل مناطق كامل يزرت كانت تمييز بالطريقة كانت خاوية كانت تضرب ثلاثة تسوائع ما يدوز من حديدة تشيطة موبيل وما كانت تحصل على الماء الساكنة قليلة الساكنة ديال هذه المنطقة تقريبا كانت تبقى ساعتين ثلاثة تسوائع كيس خليك الماء و كانت توقفت وتعود غير شي حاورا و كانت تضرب تسويلا تقريبا مع أمري ما يسمعها تقريبا من عند الشيء واحد أو تعدى علي شيء واحد و أي شيء أفضل كام الناس كانت معالله ايجبها والاقتصا عليك 90 درجة و لا تشجعك شي واحد لم يكن التعديع عنك و لا تصعب موبيلات كانت محتوى يشكال الفيديو كنت تrespondبعه لماذا تزاحمه معك على الطريق ولكن هذا المشدد واحد وعصرين سنطنم على الطريق ولكن يرى كم تقلوا هذا وبحالك تشعر بالحقرة ها؟ لا كانوا كثيرا كانوا كثيرا تقريبا في اسميته في السحراء كان خسر التليفون الذي تسوطعه بالحرارة كل نهار لا يجب أن تفرق خسر التليفون ويجب أن تفرق ايضا وقد انت تخطئ الرويضة وقفتها اقتربتها وكلام لكن الحمد لله كانت تقريبا في عدد في السنت ما بين السنت و أقا و تسنت و تطاة و لكن الحمد لله كانت تقريبا في حسيمة كانت قليلا وعراكت نوضي الصباح كانت القرج اللي ورمات ووش جرح عودتاني مبراش بالزربة صعيبة بشعبتاني قساح كان دليه الدواء يوميا ولكن وخاكك مو مكملت الحمد لله ومشيت جيد بيه خير على خير الحمد لله قريبا الدعم كان من طرف العيلة ديالي والأصدقاء ديالي والجيران ديالي تقريبا تليفون نهار اللي خسر لي كانوا يقولوا يدراري قطعت واحد تصور شي تلتي يوم ربعين يقولوا يلا علش ما كتلوح تصور وهذا قلت لي ما ودي رأى التليفون مشالية وقلت لي اخدوا التليفون لما ودي انا اعلقت الحال اعطونا شوية ديالي فلوس وراهم واش غادي نكمل الرحلة ايلا اخذي التليفون رأى ما عندي باش نكمل صح في كدوز واحد نهار نهار الاخر بصباح كانت فاجأكي عيطوا لي العيلة رأى كي يجمعوا لي كدري كي يجمعوا لي نهار الاخر كي يسفتوا لي الفدرهم في الحقيقة استغربت أنا باقي كانوا أولاد الناس كانوا يقفوا معي وصحابي التهوما كانوا يقفوا 50 درام و كانوا يقفوا 20 درام كل شخص يقفوا 100 درام و كل شخص يقفوا و من هذا المنبر نريد أن نشكره كثيرا كانت فكرة الرحلة الجائية إن شاء الله العطلة الجائية إن شاء الله إلا سهل الله نريد رحلة من قلمة تل مدينة داكع العاصمة السينيغال إن شاء الله يكتب الله نطلب من هذه المسؤولين الكبارة بشكل رحلة الجائية إن شاء الله يكتب الله يدعمونه و يساعدون شوية ولو يشجعونه بالقليل و غير بشي واتيقاه و شوية الدعم المادي إن شاء الله يكتب الله